ما يقارب نصف الأردنيين أصبحوا إما شبه مصابين بمرض السكري أو مصابين بشكل كامل بمرض السكري اللي هو بيحكول السكري الكامل إذا بدنا نتحدث بلغة الأرقام فإحنا بنحكي أنه ما يقارب يعني مصابي وصلت نسبة مصابي السكري والسكري الكامل إلى 45% وبلغت أدق أو بلغة أدق المصابين بالسكري وصلت نسبتهم إلى 19.6% ومرحلت ما قبل السكري إلى 25.4% هاي الأرقام ساشا قديش هي كبيرة وقديش هي مقلقة وقديش هي بتخوف وقديش هي تحكينا أو بتنبهن أنه فعلاً لازم يكون فيه هناك إجراءات ولازم يكون فيه هناك ثقافة صحية ولازم يكون فيه هناك إرشادات حتى نحاول قدر الإمكان نقلل هاي النسب ونخليها تنزل لأنه ما هو الله يا محمد فيه ناس يعني الواحد بيحتار فيهم قد ما بتنبهه بتلاقي عنده سكري بعرفش أنا بالدرجات بس في عنده سكري بتلاقي ما بيشرب الشاي إلا بحط نصه بعب نص كاسة الشاي سكر فيعني هاي فعلياً بدأ الواحد يكون وعي من عنده هو قبل ما احنا نحكي عن أي شيء تاني هاي النسب اللي انت حكيت فيها جداً مرتفعة وفعلياً قلقة وخطيرة ولابد من اتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة هذا المرض والحد من انتشاره على فكرة مش بس مرض السكري يعني اللي وصلت نسبةه لأرقام عالية جداً كمان نسبة الإصابة بالسمنة في الأردن وزيادة الوزن وصلت لسبعين في المية خمس وثلاثين في المية من الأردنيين مصابين بالسمنة وخمس وثلاثين بالمية من الأردنيين مصابين بزيادة الوزن وأنا بتخيل أنه اللي عنده نسبة بزيادة الوزن هو معرض أكتر من غيره لحتى يوصل للسمنة يعني ساشا خلينا نكون واقعيين دائماً إحنا زي ما بتعرفي إحنا منحكي عن التجارب ومنحكي عن الحياة الواقعية اللي إحنا منعيشها وإحنا مننقل واقع حال إحنا منعاني من أزمة في موضوع الثقافة والتوعية الصحية وخاصة من الناحية الغذائية يعني إحنا قديش مثلاً منشوف إنه ما في عندنا إجراءات وقائية ممكن نتبعها البعض الأردنيين بعض الأردنيين بنظروا إنه إتباع حمي غذائية أو إتباع نظام غذائي معين يعتبر من الرفاهية وليس إشي أساسي يعني إذا إحنا بدنا نحكي إنه لازم نلتزم بنظام غذائي معين يعني باليوم اللي فلاني نوكل شغل كذا باليوم اللي فلاني نوكل شغل كذا باليوم اللي فلاني نوكل شغل كذا الأردنيين بنظروا لهذا الموضوع على إنه رفاهية وليس من الأشياء الأساسية متشورن حماية لصحة بالضبط يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية لازم يكون فيه هناك إجراءات توعوية أكثر من قبل الجهات المختصة ومن قبل وزارة الصحة خلينا نطلع نشوف هذا التقرير مع بعض وبعض التقرير منرجع ومنكمل موضوعنا أعداته طبعا بيان يعني برضو بنفسه أعداته وزملتنا تالا كل الشكر لها والله يعطيها الصحة والعافية على جهود نشوف التقرير ونرجع لكم للأسف مؤخرا صرعنا أرقام سلبية في الأردن الأول عربيا بنسب الطلاق السادس عالميا بنسبة المدخنين والرابع عربيا أيضا بنسبة السمنة فيعني ونحن بالعزوم بعد مناكل مالة وطاب عادي جدا نتحلى بنص صدر كنافة إذا حدا ميرد منجيب له شوكولاتة وبالنجاح أكيد كنافة وبالزواج كيك وبالأعياد معمول وبالصيف بوزه بالشي تسحلب وحتى بالعزة منوزع كنافة ومع هيك ننصدم إذا وصل السكري للأربعمية ومن تخيل إنو الإنسلين لحاله هو الحل السحري بس ولنكون منصفين فالأكل لوحده مش السبب فبالأردن في 2 مليون شخص غير مؤمن وغالبا مش رح يزور الدكتور لأن الكشفية والأدوية غالين والوراثة تلعب دور كبير بالسمنة والسكري وكمان بسبب عدد ساعات العمل الطويلة فصرت الرياضة من الرفاهيات والكماليات والأكل الصحي سعره كتير أغلى من الأكل السريع والزاكي أما عن الكسل فوصلت فينا نطلب كل إشي أونلاين وبيوصلنا على باب البيت بلا أي جهود أو حركة وإذا قررنا ننزل بأنفسنا وما لقينا صف على باب المحل فعادي جدا نكنزل المكان كله لكن بالنهاية في الحياة الصحية مش تريند ورياضة ممكن تعملها بالبيت وما تكلفك وضروري جدا ما تاكلوا على التلفزيون لأنه رح تنصطموا بالكميات هي اللي أكلتوها ومش غلط من الوقت للتاني تشيكوا على السكري تراكمي خاصة إذا عندكم تاريخ عائلي بالسكري وبيبقى السؤال شو أطيب؟ إكناف النعمة أو لخشنة؟ يا أهلا وسهلا بعودتكم من جديد أعزاء المستمعين والمشاهدين مستمرين معكم ضمن برنامج بصراحة وبالفقرة اللي انتقلنا إلى فقرة خارج الخدمة والموضوع اللي طرحناه واللي بتعلق بموضوع السمنة والسكري وعلاقتهم مع بعض والسكري اللي ساشا بنعتبره احنا أو يطلق عليه بوابة كل الأمراض مظبوط اللي للأسف أغلبية أو ممكن نحكي أغلبية ولا لا؟ أو احتمال إصابته بالسكري 45% نسبة عالية نعم لذلك اسمحوا له عزيزي المستمعين والمشاهدين أنه نرحب معنا بضيفنا بالاستوديو الدكتور خاد الكركي الطبيب غدد سم وسكري صباح الخير دكتور الله دكتور بس دكتور اسمح لي أنه نذكر أستاذ المستمعين والمشاهدين أنه بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا وتحكونا أي معلومة أو أي تجربة صارت معكم أو بما يخص موضوع السكري على رقمنا 079 6900 من خلال هذا الرقم بينككم أنكم تتواصلوا معنا إما من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال مسيجات الواتساب يسعد صباحك دكتور من جديد يعني بنحكي عن أرقام عالية 45% تقريبا من الأردنيين مصابين بالسكري 70% مصابين بين 35% منهم مصابين بالسمنة و35% مصابين أو عندهم زيادة في الوزن بنا نعرف أن خلالك دكتور شو تصنيف الأردن عربيا وعالميا وليش هالنسبة عالية في الأردن أول شيء تصنيف العالم يفيد أول خمس مراكز تحتلها أربعة منها يحتلها الدول العربية ضمنها الكويت سعودية مصر والأردن نسبة السمنة في الأردن تقريبا 35% الوزن الزائد كمان 35% هذا طبعا تعريف السمنة والوزن الزائد باعتمد على إشي بنحسبه بنسميه مؤشر كتلة الجسم على جميع الأحوال احنا بهمنا نعرف أو للتوضيح بس بوابة الأمراض هي السمنة السمنة هي بوابة لكل الأمراض صحيح فالسمنة هي اللي بتأدي للسكري بتأدي لضغط الدم بتأدي لاختلاط الدهنيات السمنة كمان بتأدي لأمراض القلب والشرين أمراض الكلة الجلطات الدماغية اللي بتأدي لأيعاقات كمان ممكن في دراسات كتير على السمنة بتحكي إنه كمان هي عامل خطر كبير لكتير من أنواع الأورام اللي ممكن تصيب الإنسان نعم طيب دكتور أنا أسمح لي يعني أنت ببداية حديثك ذكرت إنه السمنة والوزن الزائد هل هناك فرق بين السمنة كمصطلح وبين الوزن الزائد كمصطلح آخر وشو الفرق بينهم يعني طبعا هلأ هي الفكرة هي حسابات رياضية بنحسبها حتى أنت تعرف أنه وزنك مثالي بالنسبة لطولك أو لا في إيش بنحسبه اسمه مؤشر كتلة الجسم اللي هي الوزن بالكيلوغرام بنقسمه على مربع الطول بالمتر هون رح يطل عندك رقم هذا الرقم اللي هو معاني إذا طلع الرقم أقل من 18.5 نعتبر أنك انت نحيل وزنك قليل هذا غير طبيعي الوزن الطبيعي بكون الناتج بين 18.5 و 20 بين 25 إلى 30 بنسمي وزن زائد بين 30 إلى 35 سمنة درجة أولى 35 إلى 40 سمنة درجة تانية وفوق الأربعين اللي بنسميها السمنة المفرطة نعم طيب دكتور حكينا بالأرقام عن السمنة وزيادة الوزن وعن السكري وأرقام جدا عالية شو السبب؟ السبب هو أهم يعني فيه سبب بين السمنة مهمين جدا نحكيانهم السبب الأول هو السبب جيني وهذا في صراحة يعني التدخل معا شوي يعني ما معنا مرونة عالية في التدخل فيه ولكن احنا بنقدر نصلح الأسباب الثانية المهمة اللي هي من أهم هاللايفستال اللي عمنا بنعيشه إن كان الله بستال بالأكل والشرب أو بالحياة اللي بنسميها الحياة الراكدة الحياة الراكدة أصبحت في هذا الوقت كثير شائعة بين الناس المواصلات أصبحت متوفرة وبكثرة المشي أصبح يعني شبه معدوم حتي يعني على مستوى المجهود البسيط أصبح الإنسان يحسب حسابه إضافة للموضوع اللي هو الأكل ونوعيته وكميته طيب دكتور اسمح لي يعني أنت بالبداية أيضا ذكرت أنه الأردن تحتل المرتبة الرابعة في الترتيب العام للسوم نعم صحيح دور المركز الوطني للسكري والغدد السوم وين عن هاي النسب المرتفعة اللي احنا قاعدين نشوفها يعني احنا أحكي لك بس اسمح لي طيب يعني وأنا دائما بحكيها أنه احنا بنحكي اللي بنشوف هو اللي بنعيشه يعني احنا ما منشوف أي دور للمركز الوطني للسكر والغدد السوم وين دوركم يعني ليش ما يكون فيه هناك مثلا إرشادات ليش ما يكون فيه هناك تعليمات صادرة عن المركز أنه يا عمي أنت كمواطن أردني لازم اتحارب السمنة أنت كمواطن أردني لازم تمارس الرياضة أنت كمواطن أردني لازم تتبع نظام غذائي معين حتى أنت تبعد عن موضوع السمنة وانت ذكرت أن السمنة بتأدي لعديد من الأمراض منها الأورام الخبيثة منها الجلطات الدماغية اللي بتأدي إلى الشلل وإلى آخرين وين دور المركز عن التوعية وعن نشر الثقافة بمخص هذا الموضوع نعم المركز هو يعني في الأردن رائد في موضوع أمراض الاستقلابية والسكري والسمنة المركز الوطني بيقدم خدمات تعوية للناس بعدة طرق نعم أهمها أوليش الطريقة الأولى اللي هي نشر الوعي بين المراجعين للمركز عن طيق البروشورات والكتابات المتوفرة في جميع مرافق المركز ولا بيقدر أي مرافق يحصل عليها بشكل مجاني بدون أي مجهود منه أو أي تكلفة هذا واحد اثنين المركز بشام بساهم في كثير وساهم في كثير من دراسات الوطنية بخصوص هذا الموضوع يعني مثلا دراسة الوطنية اللي انتشرت في عام 2016 اللي كانت الاشتراك بين المركز الوطني للسكري وجامعة العلوم التكنولوجيا اللي بيّنت وجود نسبة تقريباً 45% بين الأردنيين عندهم اعتلال في السكر في الجسم اللي هم انقسموا إلى 25% عندهم ما يسمى بالسكري الكامل و20% اللي هو سكري بشكل يعني رسمي إضافة لأنه المركز بتتعامل مع وزارة الأوقاف في كتير من الأطباء بتوجههم للمساجد حتى يتكلموا بدرس بسيط بعد الصلاة أو بين الصلوات عن مشاكل السكري أضف لذلك الظهور الإعلامي الكثير من كوادر المركز حتى تنشر هذه الثقافة بين الناس المركز عم بحاول يقدم هذه الخدمة بشتى الطرق والوسائل هلأ انت بالنهاية يعني النصح هو واجبك أكثر من النصحك يعني ما بتقتر تقدم يعني طبعا لا يمكن انك تفرض مثلا مش جهة قانونية انت تفرض في البلد مثلا قانون معين أو هكش صحي طيب دكتور لو بدنا نحكي عن الأطفال بهذا الجانب كيف وضع الأطفال بالأردن بالسكري والسمنة؟ طبعا الملاحظة جدا انتشار السمنة بين الأطفال بشكل كتير كبير الملفت في النظر انه عماله كثير من شوف أطفال بأعمار صغيرة انت بتكلم عن خمس وست سنوات وعشرة سنوات بوزن زائد بعلامات واضحة لمقاومة الإنسولين وبيتصاب لمرض السكري بعمر بكير السبب هو شغلتين الأكل السيئ اللي اللي عم يأكلوا أطفالنا صحي قلت الحركة تتكلم الفاس فود اشي كتير سيئ الزواكل اللي متوفر بأني دين الأطفال بشكل مستمر واللي أصبحت حاليا موجود غنية على الأكل بنسبة لهم بيبدلوها في الأكل يعني هي موجودة في أصبحت موجودة في البيوت بشكل مستمر عكس زمان لما كانوا الأطفال إذا بديوا يشتريها لازم ينزل على السوبر ماركت عشان يشتريها مرة أو مرتين في اليوم زائد أن الأطفال بطلت تلعب عندنا بالشارع زي زمان صحيح 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 بالضبط رفهية الأطفال أصبحت في الآيباد والآيفون يعني زمان كانوا يلعبوا بالشارع كانوا يلعبوا كرة القدم الشغلات الرياضية المفيدة للجسم هم اليوم حركتهم أصبح الأقلب صحيح صحيح نعم دكتور بالحديث أيضا عن الأطفال في أشي اسمه استقلاب السكري عند الأطفال؟ هيا اللي هو يسمى يعني هي عدة مسميات ولكن المقصود منها واحد إن كان استقلاب السكري مقاومة الإنسولين أو السكري الكامل يعني لو تحدثنا عنه بلغة الأرقام إحنا بنقول سكري كامل بمعنى أنه المريض عنده ارتفاع في نسبة السكر في الدم أكتر من الطبيعي ولكن أقل من النسبة اللي تقول عليه إنه هذا عنده سكري نعم بمعنى تراكم عند هذا الشخص بكون ما بين 5.7 إلى 6.4 أكتر من 6.0 السكري أقل من 5.7 هو طبيعي نسبة السكر اللي هو قياس الصائم صباحاً تعرف طبيعياً ما بين 70 إلى 99 ميلي جرام لكل ديس الليتر ما بين المية إلى المية وستة وعشرين ميلي جرام يعتبر سكري كامل أو استعداد للسكري أو مرحلة ما قبل السكري فوق المية وستة وعشرين بنعتبر هذا المريض عنده سكري بشكل رسمي عندنا في تخصص السكري ما في فرق كبير بين مريض عنده سكري كامل أو سكري بشكل رسمي الاثنين علاجاتهم وحدة ومضاعفاتهم وحدة وطرق الوقاية منهم والسيطرة عليهم وحدة طيب كيف دي أعرف إنه بعيد الشر عن كل الأطفال للأوم كيف دا تعرف إنه طفلها مصاب بالسكري شو البوادر للأمور اللي بتظهر عليه إحنا خلينا عشان بنحكي على الأطفال أول شي تفرق بين مسميين مهمين فيهم اللي هو السكري النوع الأول والسكري النوع الثاني السكري النوع الأول هو مرض مناعي نتيجة إجسام مضادة بتهاجم خلايا البانكرياس اللي بتفرز الإنسولين وبتدمرها بصيب الطفل السكري وهذا مختلف عن اللي هو موضوعنا الرئيس اليوم السومي والسكري الاستقلاب السكري النوع الثاني اللي بصير بالأطفال أو اللي هو يعني الاستعداد إلو بيكون بعلمات معينة من ضمنها هذا الولد أول إشي وزنه زايد ملاحظ إنه الولد وزنه زيادة اتنين فيه علامات لمقاومة الإنسولين بتكون واضحة من ضمنها ممكن تشوف شوي سمار على منطقة الرأبة منطقة تحت الإبط للجلد هم بيعتقدوا إنه وسخة واشي لا هو هاي من علامات مقاومة الإنسولين وعلامات إنه الإنسولين في جسم هذا الطفل عالي جداً أضف إلى إنه الطفل سلوكه بيكون الغذائي اللي عنده مقاومة إنسولين عالية إنه هو بيأكل نتيجة مقاومة الإنسولين اللي عنده الفانكرياس عنده رح يبذل جهد مضاعف حتى إنه يسيطر على السكر اللي ارتفع في الدم بعد وجبة الأكل هون فانكرياس رح يعطي شوت عالي جداً من الإنسولين أكثر من الطبيعة حتى يسيطر على هذا السكر هاي القفز العالي تبع الإنسولين في خلال ساعة ساعتين ثلاثة بعد وجبة رح يرد الطفل بسبب يجوع وتلاقي إراد راعة تلاجة مرة ثانية طلب أكل مرة ثانية فهذه من علامات اللي هي بدايات السكري في العمر الصغير أو حتى العمر الكبير دكتور دكتور إحنا خرينا نتحدث عن الأسباب اللي بتسبب المرضى السكري عند الأشخاص يعني في البعض بيقول لك والله ويراثة في البعض الآخر بيقول لك والله يجاني عزعل في البعض الآخر بيكون نتيجة السمنة يعني إحنا بدنا نعرف شو الأسباب وشو السبب الأكثر انتشار في الأردن اللي بيسبب السكر شوف السكر النوع الثاني اللي هي عوامل خطر خلينا نسميها أكثر من أنها أسباب مباشرة بلعب فيها كثير من الخلل بعضها الجسم دور العامل الجيني موجود لشكل ولكن مش شرط أنه كل واحد عنده مثلا والد أو والد أو أحد بالعليل عنده سكر يكون عنده سكر إلا في نوع معين ونادر جدا نعم اثنين في عندك السمنة السمنة الأنسجة الدهنية المخزنة بالجسم هاي هاي أنسجة غير راكدة هاي أنسجة نشطة هاي بتفرز هرمونات بتفرز موات كيميائية اللي بتسوي مشاكل تاني من ضمنها مقاومة الإنسلين مقاومة الإنسلين راح تقدم نهاية المطافة السكري السلوك الغذائي كثير مهم ألا موضوع مثلا الزعل ما يجي قولك إجانا على زعل هو لا هو موجود هو موجود من 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 زمان بيكون موجود ولكن في بعض الأمور الصحية المشاكل الصحية بتكون كامنة ولما يتعرض جسم الإنسان للنوع من أنواع الاسترس بتلاقيها انكشفت ولكن هو بكون موجود أصلا من البدايات خلل في عمل كثير من الأعضاء من ضمنها القلب البنكرياس الكبد الدماغ والمركز الشهية اللي في الجهاز الهضم والعمعاء وعملية الامتصاص كلها عوامل بتجتمع مع بعض إحنا يعني بتجتمع في مريض بتأدي لأنه يتطور عنده مرض السكري النوع الثاني مرض السكري النوع الثاني فيه نقطة مهمة أنا حابب أحكيها تفضل اللي هي إحنا بنسميها متلازمة الأيض اللي هي وجود عدة أمراض معينة عند المريض نفسه تشمل السمنة السكري الضغط تختلاط الدهنيات النقرص ما إلى ذلك هاي المتلازمة بتأدي إلى مضاعفات كثير خطيرة عند المرضى أهمها اللي هي مشاكل جازة قلب والشرائين اللي بتأدي لها تصلوا بالشرائين والجلطات الدماغية إضافة إلى مشاكل في التنفس والقطة النفس أثناء النوم في مرضى الوزن هم زايد هذا كله رح يأثر طبعاً على الكلا ورح يصير عند المريض قصور كله فأنت بتتكلم عن دائرة مغلقة من المضاعفات اللي كلها أخطر من بعضها هاي لها كتير أبعاد أكتر من البعد الصحي على الفرد نفسه أبعاد تاني أسرية واجتماعية واقتصادية كثير عشان هيك إحنا بنضل نحكي وننصاح ونعيد ونزيد في الكلام لأنه أول إشي هو الشخص نفسه رح يصير عنده نوع من أنواع الإعاقة أو القصور يعني إذا رح تلاقي مثلاً شغله تأثر أو بسبب القوة البدنية اللي عنده اللي صارت أضعف أو المشاكل الصحية اللي بتمنعه أن يقوم بشغله على مستوى الأسرة نفس الأسرة والمزاج العام لأفرادها لما يكون في حدا مريض عندهم ميش زي الأسرة اللي كلها يعني أفرادها عندهم صحة سليمة وأمورهم ما شيء تمام فبتلاقي هون المزاج تبع الأسرة يتأثر على المستوى الاجتماعي والمستوى اللي هي الإقليم بشكل عام يعني العلاج المضاعفات الأمراض الغير سارية بنسميها هي زي السكر والضغط يصل إلى أرقام يعني أرقام عالية جداً يعني ممكن بعض الإحصائيات تجاوزت أرقام تكلفة العلاج لمضاعفات هذه الأمراض ربع الموازنة العامة في سنة والسنوات يعني رقم مخيف رقم جداً عالية طبعاً فهي الأثر مش بس على الشخص نفسه يعني إحنا اللي بدنا نوصل الفكرة بنوصلها هاي مشكلة عامة يعني جائحة في الأوسط الشعوب دكتور يعني أنت حضرتك تحدثت عن موضوع أنه الشخص المصاب بالسكري بيصير فيه عنده مشاكل في القوة البدنية وغيرها وحكينا عن المزاج العام للأسرة لكن يعني فيه موضوع مرتبط بشكل كبير بموضوع السكري اللي الشخص المرض بالسكري أنه بيقول لك أنه بيصير فيه أو نسبة الإنجاب عند هذا الشخص المصاب بالسكري بتكون أقل بكثير وفيه ناس بيقول لك أنه السكري بيأدي إلى العقب هل هذا الحكي صحيح؟ هلأ فيه موضوع الإنجاب السكري له أثر جداً واضح بشكل رئيسي أثر السكري هو في ضعف القدرة الجنسية نتيجة خلل يصيب الجهاز العصبي بسبب الارتفاع المزمن بسكر الدم نعم فتلاقي هناك خلل أو ضعف جنسي نتيجة مرض السكري هذا الإشي طبعاً رح يأثر على العملية الزوجية والإنجاب والإنجاب إضافة لأنه آثار العمل على الجسم ككل وعلى الغدد ومضمنها لهي الغدد اللي بتنتج النطف كمان بيأدي إلى إضعفه يعني دكتور أنا بس اسمح لي بهذا الموضوع وبما أنه فتحنا الحديث عن موضوع القدرة الجنسية بالنسبة للرجال المصابين بالسكري يعني للأسف البعض منهم بضطر أنه يأخذ مكملات غذائية تساعدوا على هذه العملية لكن بدون وعي وبدون ميسل عن مضاعفاتها وإذا بتشكل خطورة وإذا بدنا نحكي بتفاصيل أكثر إحنا صرنا نشوف في وأنا آسف يعني وأنا بعتذر من أستاذ المسلمين والمشاهدين لكن لا حياءة في العلم ولا حياءة في الدين يعني لكن صرنا نشوف في باكتات عسل أو كياس عسل بتنباع في السوبر ماركت يعني في الدكاكين قاعدة تنباع أنه بتساعدك في العملية الزوجية وكذا في العلاقة الزوجية ما مدى تأثيرها يعني شو ممكن أنها تسبب مضاعفات لأنه الناس صارت تأخذها بدون وعي بدون ما تعرف شو بتأثر شو بتعمل خاصة أنه مريض سكري والعسل إحنا بنعرف أنه هو نعم طبعا يعني إشي حلو بني رأي بالطبع يعني ممكن أنه يأثر عليه فبدنا منك نصيحة لهذه الأشخاص هلأ الفكرة كالتالي أنه من ناحية آثار السكري على القدرة الجنسية حكينا عنها ويصل لنسبة أربعين إلى خمسة أربعمية بين الرجال وفيه إلا آثار على القدرة الجنسية عند الستات كمان الفكرة مش فس متعلقة بالرجال هلأ بالنسبة لموضوع المكملات الغذية بشكل عام مريض سكري أو مريض غير سكري غير محتاج لأي مكمل غذائي لأنه كل العناصر والفيتاميات اللي أنت محتاجها جسمك يأخذها من الأكل في حال صار نقص معين في عنصر أو فيتامين أو كذا ممكن تأخذه وانتهينا خلص أما اللي هي باستمرار المكملات الغذية هذا سلوك خاطئ الآن بالنسبة للمستحضرات الموجودة فيه كثير من المستحضرات عما أنا حتى منشوف إلاها سبونسرات كثير على الفيسبوك وعلى السوشال ميدا وانت قاعد الآن أنا كمواطن بدي أتوجه أشتري أحد هذه المنتجات إن كان العسل أو فيه الكابسولات من أنواع صحيح إلها مسميات كثيرة الآن الفكرة أنه لازم يكون هذا الاشي على أساس علمي هذه المادة أو هذا الدور الكابسول اللي أنا بدي أخذها مؤين نشئته إيش الدراسات اللي عليه وين التجارب اللي عليه مين اللي وصفه؟ لو طبيب أو أنه مثلاً حدا عنده مثلاً مجال معين خبرة معينة في مجال مثلاً اللي هو الطب الشعبي خلينا نسميها هذه الفكرة اللي لازم توصل للناس هذا مثلاً العسل فيه جزء كبير منه يكتشفن أنه أخلوط معه اللي هي حبوب البيضة صحيح يعني أنت بطحن وهو بحط لكها بجزء من العسل مع الكيس فأنت بتأخذ تعتقد أنك أنت ماخد عسل لكن أنت فعليل أنت ماخد دواء يعني أنت ماخد دواء ولكن هم غلفوا لك إياه عساس النوعسل بالعسل وبالباكيت تابعهم نعم فإحنا لا ننصح أنه المراجعين أو المواطنين الكرام يأخذوا أي منتج دوائي غير مرخص وما في إلو أي أساس علمي أو أي دراسات بحثية عليه نصيحة أخيرة بتوجهها للناس اللي بيسمعونا وبشوفونا حالياً النصيحة الأخيرة اللي بنوجهها اللي هي الهلثي لايفستيل أنه يعيشوا الناس بأسلوب حياة صحية إن كان من ناحية الأكل أو من ناحية الحركة والرياضة أحب أن أقوها بس لبعض الأخطاء اللي ممكن أن الناس يقعوا فيها في ناحية الأكل في اعتقادات خاطئة اللي هي مثلا زي السؤل اللي هي الشوكولاتة الدارك أفضل من الشوكولاتة العديلة أنت هون بس في الدارك شلت السكر وحطت محل الصناع وضلت الدهنيات موجودة في هون في عندك زيادة في الوزن بعض الناس يعتقد أنه زيت الزيتون ما برفع الوزن لأ زيت الزيتون سعراته عالي جدا هو ما برفع الكوليسترول لكن بزيد الوزن لأنه الملعقة الواحدة من زيت الزيتون الكبيرة فيها تقريبا 140 سوار حراري الخبز الأصمر أفضل من الخبز الأبيض لأهم نفس كمية نفس الشويات اللهم أنه الألياف فيها أعلى فهي بعض المعتقدات الخاطئة يريد صلحوها الناس عندهم وبنتمنى ندعم عليهم صحتها معافيتها إن شاء الله وربنا يحفظنا جميعا شكراً كثير إلك دكتور خالد الكركي طبيب غدد صماء وسكري من المركز الوطني السكري والغدد الصماء شكراً كثير إلك على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها وإن شاء الله الله يحمل جميع فعليا اللهم أمين اشتركوا في القناة